اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في الحمل يعني مش طول اليوم رح يظل تقريبا ساعات الظاهرة بعدين بصير فيه خلو ومسار طبعا رح يكون من الان لغاية ساعات الظهر تقريبا في منزلة البطين او البطين جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا حتى ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير القمر في منزلة الثرية اللي هي اللي بتيجي بين الحمل وبين الثور وهي جيدة وبتمفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور اما بالنسبة لتأثيرات القمر علينا جميعا لما بكون القمر موجود في الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا ونتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة وخصوصا الاشخاص اللي بيطلعوا من البيوت منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفتقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في هاي الفترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وبرضو ادخال تعديل على قصة الشعر واقامة حفلة او مناسبة ما طبعا في اشخاص بدون يقولوا احنا في كورونا وعزل وحجر ومش عارف ايش واي حفلات حفلة عيد ميلاد يا سيدي بتمشي الامور طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا النهار هي اول زاوية رح تكون زاوية اقتران ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثمانية وخمس دقائق مساء يعني بعد الحلقة بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة تسعة وواحد ثلاثين دقيقة قبل الظهر بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا النهار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة تناعش وواحد وثلاثين دقيقة قبل العصر بتوقيت جرينيش يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بعدها مباشرة بصير خلو المسار خلو المسار حكينا ببدأ الساعة تناعش وواحد وثلاثين دقيقة قبل العصر بتوقيت جرينيش وبانتهي في تمام الساعة سبعة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هذا يعني انه رح يستمر لغاية حلقة الغد لحديث ما انه يكتمل الانتقال للثور ويتنتهي خلو المسار في فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح يكون يعني المرحلة القادمة في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم خمسة وعشرين اربعة رح يكون في تمام الساعة اتناش واثنين واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وتسعة عشر دقيقة صباحا لا ينتهي بعدها القمر الى الجوزاء عمر القمر القمر انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثمتين وثلاثة وخمسين دقيقة فجرا بصير عمره تسعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج ممتزج وممتزج حكينا انه بكون متقلب طول النهار بين سعيد ومنتحس سعيد ومنتحس طول اليوم فمنحكي ممتزج انه بخلط ما بين الامرين يعني اليوم كله بكون متقلب القمر في الحمل حتى اثنين وعشرين اربعة مزاج ممتزج عطارد في الحمل حتى يوم 27 4 المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجوزاء مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13.5 مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14.5 بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس المشتري مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الدلو ورح يتراجع للجدي مزاجه ممتحس اورانوس في الثور حتى 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه ممتزج نبتون في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الحوت مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25-4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة يعني في بعض الأمور لازم اليوم أنت تتخذ القرار فيها بتسمع جواب كنت بتنتظره خلال الفترة الماضية أهم إش أنك تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة تيجي لعندك لازم أنت اللي تروح لها أو تبحث عنها ما تضيع الوقت يعني هاي تعتبر بداية دورة إلك فلكية جديدة وطبعا بما أنه القمر موجود عندك أنت في بيتك الأول فيعني بدعمك بثقة عالية جدا وبرضو بعطيك إيجابيات عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم على المستوى الأمور المالية عندك اهتمام بالأمور المالية أو في أمور إلها علاقة في تحصيلات مالية أو الحصول على بعض الدعم المالي وفي منكم ممكن أنه يحصل على بعض الفوائد المالية أو المكاسب المالية من عمل إضافي أهم إشي أنه تقللوا من مصاريفكم وأي برنامج أو مشروع بحاجة لتوقيع أو بحاجة لدراسة يفضل أنك أنت تدرسه بإيجابية وانتبه أنه في فترة دخلوا مسار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث برضو بدعمك بقوة اليوم بيكون عندك نشاط عالي جدا وممكن أنه اليوم أنت تتخذ إجراءات كثيرة أو قرارات كثيرة عندك رغبة بالنقاش أو بالجدال أو بمعنى آخر بعملية التسويق أو الترويج لسلعة معينة أو لشيء معين في منكو رح يصير له نوع من أنواع تعامل مع أخ أو مع جار وفي منكو ممكن اليوم ينشط بعملية الدراسة أو التدريس اللي عندهم امتحانات خصوصا اللي يبدأ دموا امتحانات في المراحل الأساسية اللي هي الابتدائي والثنوي اليوم ممتازة جدا بالنسبة لهم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع منزل الضغط موجود على مستوى البيت الرابع فعشان هيك هذا بسبب لك بعض الإرباكات أو سوء التفاهم أو بعض الأشياء اللي ممكن إنها تستفزك من تصرفات بعض أفراد العائلة أو ممكن يكون فيه أعطال في المنزل اللي بتطلب منك الاهتمام أو شؤون بيتية وفي منكو ممكن يقلق بشأن أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا بدعمك على المستوى العاطفي اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو يفتح لك هذا مجال جيد جدا ما بينك وبين الحبيب إما للتواصل أو للاطمئنان عليه وبتكون برضو مشاعرك جياشي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل يعني ممكن إنه يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو تكون الأعمال كثيرة أو الالتزامات كثيرة لدرجة إنه أنت ممكن اليوم تنجز الأشياء المهمة وفي أعمال أنت ما رح تقدر تنجزها بقولك حاول إنك تنجزها وما تخلي الأعمال تتراكم عليك صحيح إنه في ضغط كبير على المستوى العملي ولكن إنه أنت بتقدر تنجز بعض الأمور في منكو ممكن يقلق بشأن صحي إلى أحد المعارف أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك بقوة خلال هذا النهار لدرجة إنه اليوم في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ولكن هذا بعمل نوع من أنواع الحساسية أو التحسس لبعض الأشخاص من ردات الفعل السلبية اللي ممكن يتحسس على موقف معين فيعصب أو يحاول إنه يدافع عن نفسه أو يفرض رأيه أهم إيش إنك أنت تحاول إنك تمسك أعصابك قدر الإمكان وما تحاول تفرض سلطتك على الشريك حاول إنك تعطيه مجال على أساس أنه ما يصير فيه جدال هو البيت جيد ولكن طاقات البيت بيكون فيها بعض السلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن شوي ممكن يكون في بعض الأمور الديون أو الدفعات أو الالتزامات أو المشتريات أو أمور إلها علاقة بتقديم طلبات إما لقروض أو مساعدات شوي بتكون فيها نوع من أنواع الصعوبة في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالأموال المنقولة أو الأموال المشتركة أو أشياء إلها علاقة ببنوك أو مؤسسات حكومية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصال أو التواصل مع أشخاص يعني بتعرفهم أنت خارج البلاد للإتمينان عليهم أو للتواصل معهم في منكم أشخاص ممكن يعني يجتهد في أمور إما سياسية أو بعض النقاشات اللي إلها علاقة بدول بحضارة بثقافي بأشياء من هذا القبيل أما اللي عليهم امتحانات اليوم جامعية يعني أدولها رح ينجزوا إنجازات جيدة ويكون الحظ حليف لإلهم في منكم رح ينشط في أمور قضائية أو أوراق قانونية أو بعض المستندات اللي بتلزموه أما بالنسبة للبيت العاشر فبلاقي فيه نوع من أنواع الضغط موجود على مستوى بيت السمعة فعشان هيك اليوم ما في داعي للغضب الكثير وما في داعي للتسرع والأمور اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع المغامرات لأنه هاي الأشياء ممكن إنها تشوه سمعتك خلال فترة هاي حاول قدر الإمكان إنك تمسك عصابك اليوم اللي على رأس عملهم يحاول إنهم يداوموا بوقتهم وينجزوا العمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو الاتصالات ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن يكون فيه نوع من أنواع التشاور وممكن تسمع عن خبر يزعجك بتعلق في أحد الأصدقاء يعني مريض دعبان أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب اليوم آمن ولكن عندك تدير بالك أن الفترة القادمة رح يدخل في مرحلة سلبية فرح يضغطك بشكل كبير فاليوم هذا رح يكون فيصل للموضوع ممكن أنه أنت تحدد أن الفترة القادمة آمنة ولا الفترة القادمة رح يكون فيها مشاكل عشان كما نقول لك اليوم امسك عصابك وما تخالف القوانين حاول تنجز العمال المطلوبة منك ما تحاول تفرض رأيك أو سلطتك على أشخاص حواليك يعني تتحكم فيهم بتلاقي الأمور أنها بتمشي بالشكل الإيجابي وأهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي وإن شاء الله الأمور كلها جيدة برج الثور طبعاً كمان يوم وآخر يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأوليات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ وطيرتكم تتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبات بتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة مزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن أنك تخسر أكثر مما بتتوقع طبعاً القمر موجود في بيت المتاعب عندك لآخر يوم بكرة يعني بعد منتصف الليل بصير القمر ينتقل لها عندك بعطيك يعني جرعة إيجابية أو أمل أو ممكن أنه يغير الأجواء هاي بشكل إيجابي أكثر أما بالنسبة للبيت الأول طبيعة الحال بما أنه بيت المتاعب مضغوط فمعناته بيتك الأول شوي بده يكون متقلب عندك المزاج ومتعكر وشوي هيك الأمور مشحونة عندك من وقت لآخر ما رح يكون طول اليوم سلبي ولكن أنه في تقلب رح يكون موجود على المستوى الشخصي والنفسي خلال هذا النهار فحاول قدر الإمكان أنك تمشي هذا اليوم بأي طريقة حاول أنك تخليه روتيني لأجل أنك أنت تتجاوز المرحلة السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني يعني بشوف البيت الثاني أقوى بالحضوض يعني شوي اليوم ممكن يفتح لك بعض يعني الجوانب الإيجابية اللي ممكن من خلالها أنك تحصل بعض الأموال اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو ممكن تيجي على شكل هبة أو هدية أو مساعدة أو تطلب مثلا استحققات لإلك أو راتب إلك أو بعض الأموال اللي بتعود لك أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث شوي في نوع من أنواع الضغط اليوم يعني بتلاقي أنه اليوم في عندك تسرع في الحكم أو تسرع في ردات الفعل أو ممكن العصبية تكون غالبة عليك ممكن أنت اليوم تتوتر أو تتحسس من أي موقف ما تنسى أن القمار يعني موجود في بيت المتاعب الشمس انتقلت لعندك لكن على أول موليد يعني مش كل موليد التور اتحسنت الأمور عندهم فيعتبر بيت متاعبهم فالضغط عندك على يعني من كوكبين أساسيات موجودات وبرضو أورانوس اللي موجود عندك وبرضو بيعمل زوايا يعني بلش يشكل زاوية عدم اتصال تربيع والشمس عامل زاوية تربيع يعني كل هاي الضغوطات اللي موجودة كلها هاي بتضغط عليك فعشان هيك بتخليك شوية تكون متحسس أو عصبيتك ممكن تطلع في أي لحظة بدك تحاول أنك تمسك حالك تدر الإمكان اليوم في منكو ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أو التدريس اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد بخصوصا المراحل الأساسية اللي هي الابتدائي والثانوي واللي عندهم اليوم برضو مقابلات أو أشياء بتطلب منهم أن يكونوا نشطين ذهنيا بدهم يكونوا مستعدين يعني وما يخاطروا بحسم قرارات أو حسم أمور أو قرارات تكون محسومة خلال هذا النهار حاول تأجلها لا يوصل القمر لعندك بدعمك بشكل إيجابي أقوى أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت يعني الأمور فيها نوع من أنواع الهدوء فيه نوع من أنواع الطمأنينة فيه نوع من أنواع التقارب يعني الأمور تقريبا على المستوى البيت منقدر نحكي أنك أنت مسيطر على الوضع بالنسبة للأعمال للترتيبات لبعض الروتين المنزلي مشتريات تصليحات ترميمات كلها هاي الأمور تقريبا بتكون إيجابية خلال هذا النهار فممكن أنت اليوم تنجز إنجازات جيدة على المستوى البيت فيه منكم ممكن يهتم بأخ أو أب بشكل مباشر أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفة يعني شوي الأمور فيها نوع من أنواع الحساسية والتحسس من تصرفات الحبيب ممكن أنه موضوع قديم ينفتح اليوم أو اليوم يصدر منه شيء أو إهمال أو تقصير فهذا يستفزك وبرضو يعني من الأشياء اللي بتستفزك اللي هي صفة الأمر فاليوم ممكن يتوجه لك أمر بشيء معين أو بصيغة الأمر هذا يخليك تحتد زيادة وتعصب زيادة حاول تمسك حالك عشان ما تعمل أنت فجوة وتنهي مثلا يعني تخلي الفترة هاي يصير فيها نوع من أنواع المشاكل ممكن تحلها بنوع من أنواع السلمية أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك وعلى حسب وضعك وعلى حسب المكان اللي أنت بتشتغل فيه أو طبيعتك الإجتماعية بيحكم عليك هذا بيت العمل وبيت الصحة يعني على حسب ظرفك بمشي الموضوع ولكن بنقول لك أنه برضو بدك تراقب وضعك الصحي بما أنه كل المشاكل الموجودة من هالكواكب اللي موجودة في أول درجات عندك بتضغطك والقمر في بيت متاعبك أما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى البيت الشراكي يعني الأمور جيدة إجمالا يعني بتفتح لك بعض الطرق التواصل أو التحاور ما بينك وبين الشريك الأمور فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تطمئن خاطرك في بعض المسائل وممكن برضو اليوم يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو المسامحة أو التعاون على شيء معين ما بينك وبين شريكك العاطفة أو شريكك بالعمل شريك العاطفة اللي هو الزوج أو الخطيب اللي مكتوب الكتاب يعني فيه صفة شراكي ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن شوي ممكن يفتح لك بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الالتزامات الحكومية مثل أنت مياخد قرض من بنك أو سلفي أو ممكن مساعدة من جمعية معينة اليوم ممكن أنت برضو إما أنك أنت بتطلب قرض أو ممكن أنك تنشغل في عملية سداد لبعض الأمور أو ترتيب بعض الأوراق هذا اليوم إيجابي لحل هاي المسائل خصوصا المسائل العالقة وفي منكم ممكن يجد شيء كان فاقده بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع بدعمك على مستوى أوراق محاكم على اتصالات خارجية مع أشخاص خارج البلاد مؤسسات دولية الاهتمام بأوراق مثل أوراق قانونية أوراق سفر أوراق إقامة كلها هاي ممكن يكون اليوم في إلك اهتمام في بعضها حاول قدر الإمكان أنك ترتب الأمور وتستغل الفرصة هاي لأنها فرصة جيدة حتى على مستوى التراسل مع مؤسسات تعليمية أو أشخاص في مؤسسة تعليمية هذا اليوم الجيد اللي عندهم امتحان جامعي أو دراسة جامعية برضو اليوم بيبدعوا الأجواء جيدة ومساعدة لألهم أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فشوي فيه نوع من أنواع الضغوط عشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان حاول إنك تنجز الأعمال الضرورية المطلوبة منك ما تهمل وما تقصر وما تتغيب عن عملك خصوصا إذا كنت على رأس عملك وخلي فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين الزملاء ما يكون فيه نوع من أنواع الحدية والعصبية أو مع رؤساك بالعمل ممكن منك خلالهم تنجز أنت كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 شوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية بالتواصل أو بالاتصالات مع أشخاص أو تفقد أشخاص أو أصدقاء أو مشورتهم في مسألة معينة أو التواصل معهم لحل مسألة معينة يعني برضو يوم إيجابي بيدعم هذه النقطة وبساعدك في هذه النقطة بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايف بيت المتاعب مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات برج الجوزاء طبعا اليوم لآخر يوم بتكوا تديروا بالكو يعني حاولوا أنكوا تستغلوا هذا اليوم إنجاز الأعمال الضرورية لأنه في اليومين القادمين يعني يومين ونص جايكم القمر رح يكون موجود في التور في بيت متاعبكم رح يضغطكم بشكل سلبي حاولوا أنكوا تنجزوا الأشياء المهمة اليوم وتحلوا كثير من الأمور يابل ما يوصل القمر لبيت متاعبكم عشان ما يعركس عليكم أموركم أو يلغي أمور أو يأجل أمور عليكم فتكونوا منزعجين حاول أنك تستبق الأحداث وتهتم بهذا اليوم بإنجاز بعض الأعمال المهمة اليوم بتنشطوا اجتماعيا وفي منكم ممكن يتواصل مع بعض الأصدقاء أو يتم لقاء بعض الأصدقاء مع بعض منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو حفلة عيد ميلاد مثلا أو أشياء من هذا القبيل بتعبر عن رأيك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة يعني عندك نوع من أنواع الأحاسيس المتناقضة اليوم لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون خصوصا مع زملائك أو مع الزملاء أو الأصدقاء بالنسبة للبيت الأول يعني حكينا هذاك في البيت 11 القمر بالنسبة للبيت الأول يعني اليوم نفسيتك شوي بلشت تشعر بتاقتراب القمر لبيت المتاعب عشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية والضغوط بتصير عليك خلال هذا النهار ولكن أنك بتقدر تتحكم أنت برضو بنفسيتك رغم أنها يعني عندك تناقض في الإحساس وتناقض برضو في النفسية بين إيجابية وسلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي ممكن اليوم هيك يكون في بعض الضغوطات أو المطالبات أو الالتزامات المالية أو المشتريات فهي شوي ممكن أنها يعني تثيرك أو تعصبك أو ممكن تخلي فيه خلال توازن عندك أو تفكر أنت في المستقبل وقديش كمل الالتزامات اللي راح يكون عليك فعشان يحاول أنك تقلل من مصريفك واستخدم الفترة هاي لترتيب أوضاعك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا يعني مدعوم بطاقة كبيرة اليوم عندك قدرة على الإقناع على النقاش بتقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك إذا عندك مقابلي أو عندك نقاش وضروري وبتحتم عليك أشياء استعدله ما تروح ارتجاليا على هذا الموضوع اللي عندهم امتحان أو عندهم دراسة اليوم بيبدعوا بشكل جيد يعني الأمور تقريبا مطمئة في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الرابع فيه نوع من أنواع الضغوطات ممكن تكون على مستوى البيت أو على أحد أفراد العائلة ممكن يكون فيه وضع معين يعني مقلق أو مربك فعشان يكي بدك تكون جاهز لهذا الموضوع فيه منكو ممكن يهتم بمشاكل العلاقة بالأعطال أو التصليحات أو الترميمات وفيه منكو ممكن يعني مشتريات والتزامات عائلية تكون عليه حاول أنك اليوم تستغله بنوع من أنواع التقارب عشان يصير فيه نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل أنت على حسب وضعك وعلى حسب طبيعتك على المستوى العاطفي ما فيه شيء خارق وفي نفس اللحظة ما تطلب المستحيل وانت قاعد مكانك يعني بدك تتحرك باتجاه الإشي اللي أنت بدك إياه ما تنتظر الشيء هو اللي يجيك أما بالنسبة للبيت السادس فشايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط على العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو ما تقدر تنجز كل شيء أو ممكن يطلع لك بعض الأعطال أو بعض بعض التأجيلات اللي بتتعلق في موضوع العمل في منكو ممكن يهتم بشأن صحي أو بعارض صحي أو أشياء صحية في إله أو لأحد الأقارب أما بالنسبة للبيت السابع فهو إجمالا يعني بعطيك إيجابية على مستوى الشراكة فممكن تتواصل مع الشريك أو يكون فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك الأجواء إيجابية ودعمة بقوة فعشان هيك أحاول قدر الإمكان أنه تخلي اليوم فيه نوع من أنواع التقارب أو الأجواء الجيدة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة لأنه يعني أجواء لا تعوض ولكن إن كان أنتو طبيعتكم أو برج الشريك برج مزعج فيعني أكيد أنه مش رح تكون بتوقع زي ما حكيت أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور الجيدة برضو على مسائل لها علاقة بالأموال المشتركة لكن أنه بعضكم رح ينزعج من مطالبات أو التزامات أو أمور إلها علاقة بالقروض ينشغل في أوراق إلها علاقة بالقروض أو الديون أو لجمعيات أو لمؤسسات حكومية ويفكر في هاي الأمور ويفكر كيف يجدولها ويرتبها فيها نوع من أنواع الضغط عليه ولكن إجمالا اللي يبدو نوع من أنواع القروض أو المساعدات اليوم بقدر يتجه بهذا الاتجاه أو يطلب مساعدة معينة رغم أني أنا ما بنصح بقولك أجل لغاية من القمر يوصل بيتك الثاني بيكون إيجابي أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع يعني بيعمل نوع من أنواع التوازن هو روتيني ولكنه فيه نوع من أنواع الإيجابية فعشان هيك اليوم فيه منكو راحيين شغل في أمور إلى علاقة بالاتصالات بالمواصلات أو بأمور إلى علاقة بالسفر أوراق معاملات أشياء لدول يعني لشركات خارج البلد مع أشخاص أو تواصل مع أشخاص خارج البلد الاهتمام بملفات أو معاملات أكاديمية أو تعليمية فيه منكو ممكن ينشط في أمور إلى علاقة بالدراسة أو الامتحانات كلها هاي راح تكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيتك العاشر إجمالا بدعمك في مساء ليلها علاقة بالعمل فممكن اليوم بمساعدة زملاء أو أصدقاء أو شركاء بالعمل أو حتى رئيسك بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة أهم شيء أنه خلال هذا النهار ما تخالف القوانين وما تجازف بسمعتك وما تعمل أي شيء يعني أعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 12 يعني شوي بلشت الأمور تحتد على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك أنه حاول أنك أنت تنجز الأشياء الضرورية حاول أنه ما تخلي الأمور تتراكم عليك يعني قسم الأولويات اهتم بغذاءك بصحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة خلال الفترة هاي وبرضو بالمقابل يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع القلق إما على صحتك أو على صحة أحد معرفك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم إش إنك تبرر كلامك بوضوح بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعم لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية طبعا القمر موجود في بيتك العاشر فعشان هيك بيعطيك هاي التوقعات أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه على مستوى البيت الأول اليوم النفسية متقلبة زي يوم أمس فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج السريع يعني لحظات بتكون مبسوط لحظات بتكون ذايق لحظات بتكون زعلان بتضطرب الأمور عندك بشكل يعني سريع وبدون انذر حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما تخلي الأمور تظلها مأثر عليك بهاي السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور يعني جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم أنت ترتب بعض الأمور المالية أو بعض الالتزامات أو تهتم في بعض الفواتير أو المشتريات أو التسوق في منكم ممكن يحصل على بعض المال من عمل إضافي وفي منكم ممكن يحصل عليه نوع من أنواع الدعم أو هدية أو منحة يعني جمالا الوضع المالي خلال هذا النهار بيبشر في بعض المساعدات خصوصا للأشخاص اللي بتحركوا بالاتجاه هذا مش الأشخاص اللي نايمين وباستنى الفرج يجيهم وهم نايمين يعني هذا اللي بيتحركوا أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع التشتت الذهني أو نوع من أنواع العصبية أو المزاج المتقلب خلال هذا النهار فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك ما تحسن أمر ما تدخل بنقاشات حد ما تحاول أنك تجادل وتعاصب وبرضو في نفس اللحظة ما تعتمد على الحضوض خصوصا إذا كان عندك امتحان أو عندك دراسة خصوصا للأشخاص اللي في المرحلة الأساسية أو الثانوية يعني بدهم يدرسوا ما يعتمدوا على الحضوض بالفترة في منكم ممكن يصير في نوع من أنواع المشدات الكلامية أو نوع من أنواع العصبية أثناء تعامله مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الرابع يعني شوي يعني مش مستقرة كثير ولا مشاكل كثير يعني بنقدر نحكي روتينية يعني بتتعامل وضع البيت على حسب طبيعتك وعلى حسب تعاملك أنت في البيت وعلى حسب طريقة التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة في منكم ممكن يدخل بنقاشات حدي أو يحتد لمسألة معينة تنتج عن أحد أفراد العائلة فتستفزك هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس يعني البيت الخامس إجمالا يعني من ناحية عاطفية شوي مستقرة في نوع من أنواع التوازن أو التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم يبادر في نوع من أنواع المصالحة أو ممكن يشعر بوضعك يشحنك بطاقة إيجابية يعني طبعا هذا على حسب برج الشخص أو برج الحبيب لأنه ممكن هو يكون مضغوط برضو في البيت الخامس فاليوم تصير مشاكل بينكم بس أنت بالنسبة لك ما عندك أي مشاكل أما بالنسبة للبيت عشان هيك بتنجز العمل الضرورية فقط بالتعاون مع أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل في منكم ممكن ينجز بس العمل الضروري وبعدين ما ينجز أي عمل ثاني وفي منكم ممكن يشتغل أو ينشغل بأمر صحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك الأمور جيدة في نوع من أنواع التقارب أو السلام ما بينك وبين الشريك صحيح أنه ممكن يكون في بعض الحدية في ساعات الظهر ولكن برضو ما رح تكون بالتأثيرات السلبية الكبيرة اللي نقول والله ممكن يصير خلاف ما بينكم من ورا هذا الخلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف أنا في نوع من أنواع الحدية في الطباع بتكون اليوم على مستوى البيت الثامن فممكن اليوم أنت تنشغل كثير في الديون والالتزامات وصير بدك تفرض قوانين على اللي حواليك على حسب الوضع هذا فهذا الإشي ممكن أنه ما يتقبلوه وما يكون إيجابي بالنسبة للأفراد اللي حواليك مش زي شعورك أنت فيصير من هذا الباب نوع من أنواع الخلاف في منك ورح يهتم بأمور العلاقة بالقروض أو تسوية أو ديون أو التزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فأشوف على البيت التاسع يعني إجمالا يعني ممكن يكون في بعض الإيجابية اللي ممكن يتساعدك في أوراق قانونية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور اللي علاقة بأوراق قانونية أو امتحانات أو دراسة أو مؤسسات تعليمية يعني النشاط رح يكون على هاي الأمور عندهم امتحانات بأقولهم ما يعتمدوا كثير على الحضوض يحاولوا يدرسوا يستعدوا يابل ما يدخلوا على الامتحان خصوصا اللي في المراحل الجامعية أما بالنسبة لبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني شوية على مستوى العلاقات والأصدقاء ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات ما بينكو بين أحد الأصدقاء ولكن برضو بيحمل لك نوع من أنواع الضغط العصبي يعني ممكن يستفزك أحد الأصدقاء أو تسمع عن شخص حاول أنه يستغلك أو حتى أنه يحكي حكي على لسانك هو مش مزبوط أو يتهموك في أمر معين فأنت تحتد اليوم حاول قدر الإمكان أنك ما تعصب كثير اتجاهل الأمور لحديث ما تثبت الرؤية وتتحقق من الأمور قبل ما تعمل مشكلة بدون ما تتأكد من الوضع أما بالنسبة لبية المتاعب فهو جيد آمن خلال هذا النهار بالعكس يعني هو بساعدك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية ممكن اليوم برضو أنك أنت تنشغل في أمور إلها علاقة بالأدوية أو المكملات الغذائية أو أمور إلها علاقة بمراجعة طبيب لأدوية دورية برج الأسد طبعا بالنسبة لما وليد برج الأسد يعني النشاط واضح خلال اليوم هذا يعني الأمور استقرت تقريبا أنت ستعرف كيف الوضع رح يكون عندك لأنه شبيه ليوم أمس في بعض الأمور تنشطه في أمور الاتصالات خصوصا الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد وممكن منك يبدأ بمرحلة جديدة أو علاقة جديدة أو معرفة جديدة في شخص خارج البلاد أو ممكن التواصل مع أشخاص بعرفهم ولكن للإطمئنان عليهم أو التواصل معهم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة الفترة هاي يعني اظهر نوع من أنواع التعاون أو تعاون أكبر مع الآخرين أو مع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهم أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك إلى هذا النهار أهم أنك تناقش بمنطق طبعا القمر موجود في بيتك التاسع حاول أنك تستغل هذا اليوم بإيجابياته على أساس أنك تنجز كثير من المهام والأعمال قبل ما القمر يتحرك لبيتك العاشر فبصير في نوع من أنواع ضغط عليك بالفترة القادمة حاول أنك أنت تستغل الفترة هاي أو اليوم هاد لإنجاز الأعمال المهمة أو الأشياء المهمة أو الاتصالات المهمة أما بالنسبة إلى بيتك الأول فهو جيد بدعمك على المستوى الشخصي نفسيتك أحسن ثقتك بنفسك أحسن اليوم تقدر تنجز كثير من الأمور بشكل جيد يعني بنقدر نقول أنه البيت الأول جيد أو لا جيد جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي شوية من الأمور مش قوية فيه نوع من أنواع الضغط المالي أو بعض الأمور اللي ممكن أنها تستفزك بالفترة هاي تسبب لك بعض الإرباك ممكن تفكيرك في التزامات أو مشتريات أو ديون أو فوترة بأرقك أكثر من أنه في مصاري أو ما في في فلوس أو ما في فلوس شوي رتب أمورك بشكل جيد حاول تقلل من مصاريفك وحاول أنك تعمل نوع من أنواع الترتيب الوضع في منكم ممكن يحصل على أموال خلال هذا اليوم ولكن هاي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى بيت الاتصالات والمواصلات والاهتمام بالأمور هاي وفي منكم اللي عنده امتحان وخصوصا اللي بيكونوا في المراحل الأساسية اللي هي ابتدائي وثانوي هدولا اليوم برضو بيكون الجو مناسب للامتحانات لا إلهم أما بالنسبة لعملية التواصل مع المحيط بتكون جيدة عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع عالية جدا يعني الأمر هذا بدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي يعني على مستوى البيت ممكن يكون في بعض الضغوط أو بعض الخلافات أو سوء التفاهم أو الالتزامات لزيادة بتكون عليك فحاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك وما تنفعل وما تندفع بالالتزامات اليوم يعني بدك ترتب أمورك بشكل جيد بدون ما تتهور أو تعصب ممكن أحد أشخاص أفراد العائلة يعني يتصرف تصرف قدامك يحاول يفرض رأيه عليك أو إنه ينتقدك بصفتك فأنت تنزعج من هذا الموضوع حاول أنك تتجنب الخلافات والمشاكل في منكم ممكن ينشغل بأمور إلا علاقة بمشتريات أو ترميمات أو تصليحات منزلية أو بأحد أفراد العائلة عما بالنسبة للبيت الخامس شايفوا أنا يعني مش روتيني ولكن إنه عاطفيا شوي الأمور عندك نحكي مقبولة بالتواصل مع الأحبة أو الإطمئنان عليهم أو يعني إشي للتلاقي ما بينك وبينهم بدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الأعمال ممكن يتراكم عندك العمل اليوم ما تقدر تنجز كثير من أعمالك وممكن تنشغل بأمر صحي إلك أو لأحد الأحبة وفي منكم ممكن أنه ينجز الأعمال الضرورية فقط ويحاول أنه يأجل الأعمال الثاني إلى يوم ثاني وأنا ما بنصح بعملية التأجيل أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فهو جيد يعني الأمور مستقرة ما بينك وبين الشريك في نوع من أنواع التلاقي والتقابل في نقاط كثير مهمة وأراءكم مجتمعة ما في أي خلافات بالعكس الأجواء إجمالا ما بينك وبين الشريك وخصوصا إذا كان عنده هو البيت السابع جيد بعتبر أنه يوم إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال أو الأموال المشتركة فعشانك ما بنقدر نحسم الأمر هذا على حسب طبيعتك ووضعك الاجتماعي أو على حسب طبيعة شغلك ممكن أنه هذا البيت الثامن يعني يكون شغال خصوصا على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك يعني القروض والديون والسلف وهاي يعني على حسب وضعك أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر شوي ممكن يصير فيه بعض الالتزامات عليك بمور إلها علاقة بالشخاص اللي بيشتغلوا بالشركات أو المؤسسات الكبيرة يعني زيادة الضغط بالعمل ممكن شوي تعصبك أو أنه تعمل نوع من أنواع الخلاف ما بينك وبين زميل أو رئيس بالعمل حاول أنك أنت ما تضغط حالك كثير وما تواجههم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيتك 11 فهو جيد على مستوى الاتصالات بالأصدقاء أو تفقدهم أو يتفقدوك أو يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام في مسألة معينة أو مشاورتهم في مسألة معينة وتكون النتائج إيجابية ودعمة أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأمور آمنة على مستوى بيت المتاعب بالعكس يعني بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وأنك كيف تهتم بصحتك أو ببرنامج غذائي أو أمور فيتامينات مكملات أو طريقة تغذية معينة كلها هاي الأمور بتكون إيجابية في منكو ممكن أنه يهتم بأدوية أو بصحة أحد المقربين برج العذراء بتضل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى وصلة بشراكة أو بتعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهما لأوضاع الآخرين ولا راهم ما تحاول أنك تنتقدهم وما تحاول تفرض رأيك عليهم خلال هذا النهار أهم إشي أنك تتجنب الكلام الجارح وتكون دبلوماسي طبعا القمر موجود في البيت الثامن البيت الثامن عادة هو أقل حدية من البيت السادس والسابع ولكن برضو بظل فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج أو الحدية في الطباع أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور قريبا عن مستوى البيت الأول نفسيا أنت أحسن من الأيام اللي مضت مشحون بطاقة جيدة كمان يوم بتصير الأمور جيدة أكثر لأنه القمر بصير في بيتك التاسع بدعمك بقوة أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي اليوم هي اللي بتشغل فكرك أو هي محط التفكير عندك خلال هذا النهار إما هي التزامات أو ضفعات أو ترتيب شأن مالي معين فيه منكو ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتعود له وفيه منكو ممكن أنه يحصل على أموال بتجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث يعني الأمور الشوية العصبية والحدية موجودة نبهنا منها بداية التوقعات فعشان هي كمان رح نرجع نذكرها اللي عنده امتحان أو دراسة بده يركز بشكل جيد خصوصا اللي في المراحل الأساسية الإبتدائية والثانوية بدهم يركزوا بشكل جيد وفي نفس اللحظة بدكوا تنتبهوا أثناء الحركة من الإصابات واللي إله مثلا بطلع على عمله وبتنقل بسيارته ينتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع شوي الأمور جيدة على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار ما بدنا نقول أنه كثير ولكن أنه برضو الأجواء هادية على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الهدوء فعشان هيك حاولوا تستغلوا هاي الفترة بالتقارب ما بينكم بين أهل البيت أو الأقارب أو العائلة خلي فيه الإيجابية هاي الضل موجودة بقوة بينكم لأنه ممكن تكون فيه مصالحة كمان خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك بشكل قوي خلال هذا النهار فعلى المستوى العاطفي أنت ممكن تحتد وتعصب على شخص أو على حبيب ممكن تصرف تصرف سيء أو يتصرف تصرف سيء فتحتد وتعصب عليه أو ممكن يصير خلاف كبير ما بينك بينه ممكن تصير مواجهة حتى حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني ما تشحن حالك وما تتعب حالك يعني اهمل الموضوع بتلاقي الأمور مشت بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل اليوم أنت عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكللة إليك في منكو ممكن يهتم بإنجاز ملفات أو معاملات أو تدقيق أوراق ورح يكملها على أكمل وجه وفي منكو رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فشايف أنا في نوع من أنواع الحدية على مستوى الشريك العاطفي حاول قدر الإمكان أنك ما تنفعله ما تعصب وما تحتد خلي في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه يعني يوم غبمضي ما في داعي للخلافات يعني حتى لو استفزك ممكن أنت تحط حدود للموضوع بدون ما تكبر المشكلة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع مرضو ضاغط عليك على مستوى الأوراق القانونية على مستوى دراسة جامعية على مستوى علاقة مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك اتصال من شخص تقلق على وضعه الصحي أو بدك تطمئن عليه ما تعرفش توصله أشياء من هاي القبيل في منكم المؤسسات التعليمية ممكن شوي يكون عندهم ضغط شغل كثير خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر يعني على مستوى البيت السمعة بنقول لك ما في داعي لمخالفة القوانين ولا للمجازفات ولا لأشياء اللي ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع المتاعب خصوصا على مستوى سمعتك حاول أنك تلتزم بالقوانين على مستوى العمل ما تدخل بخلافات مع زوالك في العمل ولا رؤسائك في العمل حاول تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال الموكللة إلك أما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من أنواع التفاهم أو التواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني ممكن التواصل تمينان أشياء من هذا القبيل ولكن ممكن يصير برضو إشي عكسي أو سلبي إنه أحد الأصدقاء يحاول أو المعارف يفرض رأيه عليك أو يتحكم فيك أو إنه يحاول إنه يورجيك إنه خايف على مصلحتك ولكن هذا الأمر يستفزك حاول إنك أنت ما تتجار معاه عشان ما تكبر الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب جيد آمن ما في أي خوف عليك خلال هذا النهار يعني ممكن تنجز بعض الأعمال اللي إلك تهتمها بصحتك تأخذ قصد كافي من الراحة يعني هاي الأمور بتيجي بشكل داعم وجيد مرج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات أهم إش إنك تتجنب المشاكل وما تتصلط على الطرف الثاني طبعا القمر بما إنه موجود مقابلك مباشرة فهذا بعطيك إيجابيات ولكن في المقابل بسحب من طاقتك فبيكون في عندك قابلية للتعب الصحي أو لا ردات الفعل اللي بتكون شوي فيها نوع من أنواع العصبية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف إنه الأمور برضو على المستوى النفسي متقلبة يعني في بداية النهار الوضع بيكون ضاغط عليك بتكون عصبي بتكون عندك نوع من أنواع الحدية حاول إنك أنت ما تتجاوب مع هاي الأمور إيش حنحلك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي الضغوطات بعد ساعات الظهر بتلاقي الأمور صارت إيجابية أكثر نفسيتك ارتاحت بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف إنه بداية فترة النهار يعني من الآن لغاية الصباح بيكون فيه نوع من أنواع الحدية على المستوى المالي إما ضغوط أو التزامات أو مشتريات أو بعض المطالبات المالية أو إنشغال في أمور العلاقة بالفوتير وأشياء من هذا القبيل ولكن بعد ساعات الضحى بتتحسن الأجواء تدريجيا وبصير فيه نوع من أنواع الراحة على المستوى المالي وفيه منكم ممكن يحصل على دفع مالية أو مساعدة مالية أو مال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثالث شوي إيجابية فبتعطيك دفعة جيدة بالنسبة لهذا النهار أنك أنت تقدر تناقش أو تجادل سرعة بديهتك عالية قدرتك على التواصل مع اللي حواليك بتكون ممتازة اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم منجز بشكل جيد وخصوصا اللي بدرسه على المستوى الأساسي يعني الأمور بتدعمهم بشكل ممتاز اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم برضو ممكن أنهم يسوقوا لشيء معين أو لسلعة وتكون لها رواج أو اهتمام بأجهزة إلكترونية أو سيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت شوي فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع على المستوى البيتي فممكن يسبب لك هذا نوع من أنواع الخلاف أو نوع من أنواع الحدية بالطباع يعني أشياء ممكن أنه تزعجك خلال هذا النهار حاول قدر الإمكانك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تتجاوب مع هاي المشاكل بشكل كبير يعني شوي بدك تكون متوازن ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الأعمال المنزلية اللي في منها ممكن يكون مربك أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس على المستوى العاطفي هو روتيني يعني ما فيه شيء لا إيجابي كثير ولا سلبي كثير ولكن بتطلب منك أنت شوي أنك أنت تمسك عصابك خصوصا ما بعرف أنا طالع الشريك تاعك شو رح يكون ولكن بيحمل لك شوي من التوترات إذا مسكت عصابك أنت وما حتديت فممكن الأمور تمشي بالاتجاه الصحيح ويكون جو إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس يعني تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم بالتعاون مع زميل أو مع زملائك أو رئيسك بالعمل ولكن أنه شوي الأمور الصحية بتكون بحاجة إلى بعض المتابعة أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الثامن روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع يعني بظل فيه نوع من أنواع الحدية لغاية ساعات نحكي الصباح وبعد الصباح بتصير الأمور إيجابية بتدعمك بشكل قوي ممكن تنجز كثير من المهام أو الاتصالات الخارجية أو تفقد أشخاص خارج البلاد وممكن برضو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية خلال هذا النهار وفي منكو ممكن اللي عنده امتحان أو دراسة على المستوى الجامعي اليوم ينجز بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة يعني شوي بدك تدير بالك يعني من التأخر عن عملك أو خصوصا إذا كنت على رأس عملك التأخر عن عملك أو تأخر في إنجاز بعض المهام أو المعاملات ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل امسك عصابك قدر الإمكان وما تترك العصبية إنها تسيطر عليك أما بالنسبة لبيتك 11 يعني العلاقات ما بينك وبين الأصدقاء جيدة في نوع من أنواع الود أو التفاهم ولكن في بعض الأوقات ممكن يصير فيها سوء تفاهم أو حدية من تصرف أو إهمال صديق لإلك ممكن هذا يستفزك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو يعني شوي إيجابي بدعمك في كثير من المسائل اليومية خلال هذا النهار فهو ممكن اليوم أنت تنجز بعض الأعمال وممكن تهتم بشأن أشؤون صحية لإلك أو مراجعة طبية أو ممكن الاهتمام بصحة أحد الأحباء برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أنه هاي المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن عندك ومن الحكمة عدم إهمال الإرشادات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية طبعا يوم أمس حذرنا برضو من المشاكل الصحية ومن الإجهاد لأنه القمر موجود في بيتك السادس يعني يوم أمس واليوم ويعني تقريبا الأمور بعدها بدي يصير القمر مقابلك فحاول أنك تنجز أعمالك أنت خلال هذا النهار وما تخليها تتراكم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى البيت الأول أنت مضغوط يعني نفسيا أنت مش مرتاح في أشياء مرهقيتك أو موتريتك أو أنت نفسيا مش مرتاح يعني في نوع من أنواع تقلب في المزاج خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور المالية شوي أنت مسيطر عليها ممكن تهتم في بعض الدفعات أو المشتريات أو التسوق أو أمور لها علاقة بسداد بعض الديون أو الالتزامات في منكم ممكن يطلب مساعدة أو قرد أو دين الأمور بتمشي لصالحه أو لاتجاهه بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث يعني الأمور على المستوى البيت الثالث شوي بتخلي في عصبية بطريقة كلامك أو ممكن الشخص اللي قبالك يحس أنك أنت عصبي أو متوتر أو بتحاول تفرض رأيك يعني الأمور الأجواء عندك بتيجي بطريقة غير مباشرة فعشان يكي بنقول لك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك تخفف من حدية لهجتك شوي لأنه ممكن اللي قبالك اللي يفهمك غلط اللي عنده امتحانات أو عنده دراسة اليوم بده يدرس بشكل جيد ما يحتوي يعني ما يعتمد على الحضوظ لأنه الوضع مش مساعد وخصوصا الطلاب اللي بالمرحلة الأساسية والثانوية أما بالنسبة لأمور الحركة أو التنقل للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت وبقودوا سيارات هم اللي بدهم يكونوا منتبهين من بعض الأعطال اللي ممكن تصير معهم بمركباتهم أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور جيدة يعني أنت مسيطر على الوضع بشكل جيد فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة يعني الأمور ممتازة وتقاربها ممتاز يعني بتفتح لك بعض الأشياء الإيجابية اللي بتساعدك كثير أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي يعني الأمور يعني فيه نوع من أنواع التقارب مع الحبيب ولكن أنه بنقدر نقول أنه الجو روتيني أكثر من أنه تقارب كامل فحاول قدر الإمكان أنك أنت اللي تقارب ما بينك وبين الحبيب طبعا على حسب طبيعتك وإن شاء الله الأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني ما بينك وبين الشريك الأمور جيدة يعني الأمور تقريبا فيه نقاط طلاقي كثير موجودة ما بينكم عشان هي كممكن اليوم تنجز كثير من المهام أو تتشاور أو تتقارب بوجهات النظر أو الاقتراحات ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور عن مستوى البيت الثامن برضو جيدة يعني بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة أو الأموال اللي ما بتعود لك فممكن اليوم تطلب مساعدة أو دين أو من مؤسسة حكومية أو تأجيل أقصات أو عملية فوترة جدولة أشياء من هذا القبيل كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فشوي بدك تكون حذر من برضو من النقاشات ممكن تسمع خبر مزعج شوي بتعلق بشخص خارج البلاد أو أمر بتعلق في المؤسسات التعليمية اللي عليهم امتحانات أو دراسة جامعية اليوم يعني بتكون الأجواء جيدة ولكن برضو مننبه أنه هي ما تعتمد على الحضوض حاول أنك أنت تدرس بشكل جيد وتركز في منكم ممكن ينشغل بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة شوي الأمور فيها تقلبات اليوم فعشان هيك يقول أن طول اليوم بدك تحاول أنك تحافظ على سمعتك ما في داعي للمجازفات أو مخالفات القوانين أو تدخل بأعمال مشبوهة حاول أنك أنت يعني تستعين ببعض الزملاء أو رأساك بالعمل على إنجاز بعض المعاملات على أساس أنها ما تتراكم عندك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعني إجمالا بدعمك بشكل جيد بعلاقاتك بأصدقائك في نوع من أنواع التوافق والتوازن والتعاون ما بينكم فيه ممكن اليوم تتقارب مع صديق يعني يتفقدك أو يتصل فيك إلى فترة طويلة ما حكى معك فتتفاجأ اليوم أنه بطلب أنه يطمئن على حالك أو يصير تواصل لمشهورة في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم جيد يعني ما فيه أي شيء بيهدد أمنك ممكن أنت اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية يعني عندك نشاط للعمل ولكن أنه برضو بقولك حاول أنه تأخذ قسط كافي من الراحة من وقت لآخر راقب غذائك بشكل جيد ممكن تنزعج لخبر بتعلق في أحد المعارف برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للحصول على تسوية وبرضو للتعارف للارتباط نشاطاتك متنوعة ثقتك بنفسك عالية قدرتك على استيعاب الأمور أيضا جيدة يعني هاي فترة إيجابية بالنسبة لكم يا موليد برج القوس حاولوا أنكم تستغلوها أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك مشحونة بطاقة أعلى كمان من اليوم أمس الأمور مستقرة عندك يعني بتقدر تدعم شخصيتك ونفسيتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار وبالعكس اليوم بفتح لك فرص جيدة لحل بعض المسائل المالية ممكن تحصل على مال أو على دفعة أو ترتب أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهي ممتازة على مستوى التواصل والاتصالات وعندك سرعة بديهة عالية تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو معاملات إلها علاقة خصوصا لأشخاص اللي بشتغلوا على مستوى التجارة المحلية ممكن أنهم ينشطوا في هاي المسائل بأمور التسويق برضو الأمور جيدة اللي عندهم امتحانات أو دراسة على المستوى الأساسي اللي هي الابتدائي والثانوي بتكون أمورهم جيدة أما على مستوى البيت ممكن تصرف أحد أفراد العائلة يكون مزعج إليك خلال هذا النهار فيوترك ويعصبك وممكن اهتمامات على مستوى البيت كمشتريات أو ترتيبات أو تصليحات أو ترميمات تظهر على الساحة بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس فهو جيد يعني بدعمك على مستوى العمل عندك رغب اليوم بإنجاز كثير من الأعمال والمهام وفي منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو بداية مرنامج صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكة في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك بالعكس يعني الأمور جيدة وبتدعم وبتعمل تقارب ما بينكم في كثير من المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي فعشان هي كم نقولك يعني حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتركز على الأشياء اللي بتتعلق بالأموال اللي ما بتعود لك يعني مثل مساعدات أو ديون أو قروض أو أشياء من هذا القبيل عشان تعرف كيف أنت تستغلها بالفترة هاي الحظ بدعمك ممكن أنت اليوم تبادر بالطلب لهاي الأمور ولكن كتحصيل اليوم لقلة على حسب طالعك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات ممكن معاملات هاي إلاها علاقة بشؤون هجرة سفر اتصالات يعني بتكون هذه خصوصا للأشخاص اللي في الدول اللي بتحركوا فيها بتكون يعني جيدة منكو اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بتكون أمورهم جيدة أما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة شوي بدك تحتاط ما أنه ما تندفع كثير بالتفاؤل فتروح إلا أنت مخالف القوانين أو عامل شيء مشبوه فتشوه سمعتك خلال هذا النهار حاول أنك تحافظ على سمعتك بقدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء والعلاقات فهو جيد جدا فاليوم ممكن تتلقى اتصال من صديق زمان إلو ما تتصل فيك أو ممكن أنت تتصل بشخص تتفقده يعني للتعاون أو الاستشارة في مسألة معينة يعني الأمور مشتركة جيدة ما بينك وبين علاقاتك العامة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب شوي ممكن يشكلك بعض الضغوط فعشان هيك بنقولك يعني حاول ما تجهد حالك كثير في أعمالك إنجز الإشي المهم حاول تراقب وضعك الصحي وغذائك وتأخذ قسط كافي من الراحة من وقت لآخر برج الجدي بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة بتظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن في لحظة النقاشات بتتعرض للمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات وخصوصا يعني إذا تركت للعصبية إنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الأول فيها نوع من أنواع الضغط على شخصيتك اليوم فعشان هيك بكون في نوع من أنواع التقلب في مزاجك ما بين إيجابي وسلبي إيجابي وسلبي طول اليوم إذا تركت للعصبية إنها تسيطر عليك معناته سلبي أكيد رح يكون هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثاني بتساعدك وبتدعمك في بعض الأمور اللي إلها علاقة بأمور المال ممكن تحصل اليوم على هدية أو منحة أو مساعدة أو ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالعمل الإضافي تحصل من خلالها نتائج جيدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهي شوي فيها نوع من أنواع السلبية إنه بتخلي مزاجك فيه نوع من أنواع العصبية حاول قدر الإمكان ما تخلي العصبية إنها تسيطر عليك أو تقلبات المزاج تسيطر عليك بالعكس أحكم حالك بتلاقي الأمور جيدة في منك ورح يهتم بأمور التنقلات والحركة وخصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت وفي ناس رح تهتم بأمور إلها علاقة بالتسويق بالسيارات بالتليفونات بأشياء من هذا القبيل يعني في قدرة التواصل عالية جدا عندك اليوم ولكن الحدية ممكن أنها تعطل عليك كثير من المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس الشوي يعني بعطيك نوع من أنواع التفاؤل العاطفي إنه فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الحبيب بتقارب المسافات ما بينك وبينه وممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب الإيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس الشوي يعني إيجابي ما بدنا نقول سلبي فعشان هيك بتقدر تنجز اليوم بعض الأعمال المهمة عندك وممكن أنك أنت تهتم بشأن صحي أو أشياء العلاقة بالمجال الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع إيجابي جدا خلال هذا النهار بدعمك بقوة فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وخصوصا إذا كان طالعه بسمح لهذا الموضوع فإذا كانت الأمور إيجابية عنده معناته فيه تقارب ومصالحة أكيد رح تكون ولكن إذا كان فيه نوع من النواع السلبية فممكن أنه أنت عندك قابلية للعصبية فممكن أنك أنت تنرفز أو تعصب من سلوكه أو تصرفاته أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المنقولة أو الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من أنواع الضغط المالي عليك خلال هذا النهار أو المطالبات أو المسائلات أو أنك أنت تسعى لبعض الأمور يعني لو سعيت في هذا الاتجاه أنت وطلبت مساعدات مالية أو دعم مالي في خلال هذا النهار بيكون إيجابي أما بالنسبة لبيتك التاسع فالبيت التاسع يعني بعطيك بعض الإيجابية ولكن بتكون منزعج من بعض الاتصالات الخارجية اللي ممكن أنه يتوترك أو تعصبك ممكن يصلك خبر شوي يكون صعب عليك أنك تتلقاه أو خلاف مع شخص خارج البلاد في منكم ممكن يطمئن مع أشخاص أو يتصل فيهم كاتصال تفقدي وفي منكم ممكن يهتم بأشياء لها علاقة بأوراق ومعاملات لها علاقة بإما قضائية أو أمور لها علاقة بالإقامة والتأشيرة والشغلات اللي من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت العاشر فبيت السمعة جيد يعني بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ما فيه أي مخاوف عليك اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا الأعمال المطلوبة منهم ولكن في ساعات الصباح ما تسمح لخلاف ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أنه يصير فيه خلاف وتكبر المشكلة ما بينكم سيطر على الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف البيت 11 إيجابي شيئا ما بيعمل نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو بينك وبين الأصدقاء أو ممكن حتى تفقدهم أو حتى التقارب على مسألة معينة فيها إيجابيات موجودة فعشان هيك حاول أنك تستغلها بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي بيقلب الأمور عندك صحيح أنه آمن ما في أي خوف من بيت المتاعب يعني حاول أنك أنت برضو ما ترهق حالك كثير حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية تأخذ قسط من وقت لآخر وبرأ نفس اللحظة يهتم بصحتك ويهتم بأدويتك وما تنسى أنك يعني تهتم براحتك مرج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح أو يعني يكون فيه عنده نوع من أنواع التسويق لسلعة معينة أو لأمر معين أي فترة إيجابية لهذا الأمر هذه الفترة مناسبة للتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وخصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت واللي على رأس عملهم بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن يتقدم على عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب وخصوصا للأشخاص المهتمين للأشخاص اللي على رأس عملهم والأشخاص اللي بيشتغلوا في هاي المجالات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة نفسيا اليوم يعني مشحون أنت بطاقة إيجابية عالية جدا ممكن اليوم أنك تنجز كثير من الأمور بسبب الدعم النفسي هذا الموجود عندك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور على المستوى المالي اليوم تقريبا منحكي لللي بتحركوا وللي بيشتغلوا وللي بنشطوا في هذا المجال هذا المجال بيجيب لهم دعم ممكن يحصلوا على أموال من عمل إضافي وممكن هدية أو دعم أو مساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثالث يعني مثل ما ذكرناها جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فبنشوف فيه نوع من أنواع التوتر لغاية ساعات العصر على المستوى البيت بتحتد الأمور أو بصير فيه سوء خلاف أو خلاف معين أو حدية بالطباع أو نوع من أنواع ردات الفعل اللي بتتعلق ما فيك وما بين أفراد العائلة ممكن أعطاء المنزلية ممكن بعض الاهتمامات بتصليحات وترميمات ولكن بعد ساعات الظهر الأمور بتصير إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس ففيه نوع من أنواع التقارب العاطف اليوم موجود عندك مشحون بطاقة إيجابية بتقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن أنك تنجز أعمال ومهام اليوم مهمة جدا تطلب بدك نوع من أنواع الحضوض تدعمك فاليوم بمنحك بعض هاي الحضوض أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم يعني وضع العمل عندك صعب شوي فعشان يمكن تتراكم عندك بعض الأعمال وممكن يصير فيه عندك يعني أشياء مزعجة على مستوى العمل يعني تسبب لك نوع من الإرباك وفيه منكم ممكن يهتم بشأن صحي أو بوضع صحي معين انتبهوا لصحتكم أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمكم على مستوى الشراكي بدعم من علاقتكم أو التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن يتبادر اليوم بنوع من أنواع المصالحة وخصوصا إذا كان برج الشريك بسمح لهذه المصالحة بتكون الأمور التقاربية ما بينك وعلي جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أو القروض يعني أموال ما بتعود لك فأنت بالطالب في سلف أو ديون أو مساعدات فاليوم روتيني يعني ما بيساعدك بشكل كبير ولكنه روتيني يعني ممكن تلمح لهذا الموضوع وممكن تعطي إعاز للشخص إن استجاب لهذا الموضوع فهو يعني بخلال اليومين القادمات أو الأربع أيام القادمة ليصل القمر لبيتك الخامس ممكن إنه يدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فعلى مستوى البيت التاسع الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية مثل هجرة أوراق سفر أوراق قانونية كلها هاي الأمور إيجابية واللي عندهم امتحانات على المستوى الجامعي برضو الأمور جيدة أما بالنسبة لبيتك العاشر بدك تحافظ على سمعتك حاول إنك ما تجهز في كثير ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تخالف القوانين على أساس الأمور ما تنحسب عليك وما تتسجل عليك أشياء أنت بغناء عنها أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور قوية جدا يعني بتدعمك بقوة وبتساعدك بقوة ممكن تفتح لك أبواب ومجالات عالية جدا على المستوى الأصدقاء ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التفاهم على مسألة معينة وممكن تطلب بعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة أو مشورتهم في مسألة معينة فبيكون اليوم إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب يعني شوي بدك تحذر ما تجهد حالك كثير في الأعمال حاول إنك أنت تنجز الأعمال الضرورية أو تأخذ قصد كافي من الراحة وتهتم لأدويتك ولصحتك وبرضو ممكن يكون صحة أحد المقربين برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكن ممكن يسترد مال بعود له أو ممكن تحصل على هدية بتقدم على إنجاز أو بتناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة القمر يعني معروف في بيتك الثاني بدعمك على المستوى المالي لأنه في بيت المال ولكن برضو بعمل نوع من أنواع المغريات فعشان هيك ما تندفع وما تتهور بمخالفة القوانين أو الأشياء المشبوهة أما بالنسبة للبيت الأول نفسيتك اليوم أحسن مشحون بطاقة إيجابية عالية بتقدر اليوم أنت تنجز كثير من المهام بسبب الطاقة الموجودة عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا بالنسبة للبيت الثالث بمنحك قدرة على التواصل والاتصال مع أشخاص أو التواصل معهم أو إقناعهم بوجهة نظرك أو التسويق لشيء معين أو لسلعة معينة الأمور إيجابية في منكم رح ينشط بالحركة أو التنقلات وخصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت وفي منكم ممكن يهتم بمسائل علمية أو بحثية أو أمور الها علاقة بهواية معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف عن مستوى البيت الرابع برضو الأمور مستقرة على مستوى البيت في نوع من أنواع الهدوء أو التقارب على مستوى البيت يعني بتفتح لك مسائل جيدة وبتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة يعني إيجابي بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت الخامس فأشوف على مستوى البيت الخامس في نوع من أنواع الحدية أو سوء التفاهم ممكن ينتج ما بين لحظة وأخرى ما بينك وبين الحبيب إما تقصيرك أنت أو انشغالك عنه أو ممكن هو حسسيته لزيادة وهاي بترجع على حسب برجه حاول أنك ما تكبر المشكلة عساس أنه ما يصير فراق ما بينكو أو ما تصير مشكلة كبيرة وعويصة وازن الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس يعني على مستوى بيت العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ولكن برضو بتلاقي أن وضعك الصحي بحاجة لمتابعة أو مراقبة ممكن شوي هيك تحس ببعض الاضطرابات الصحية خلال هذا النهار أو تحس أن الأعمال كثيرة فما تنجز كل إشي يعني أرتب أمورك بالشكل اللائق بدون ما تحمل كل الأعمال بكل الاتجاهات مع بعض وبعدين ما تقدر تنجز ولا إشي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على المستوى للبيت السابع يعني شوي فيها إيجابية بتدعمك بينك وبين الشريك في نوع من أنواع التقارب ما بينكو أو نوع من أنواع المصالحة أو نوع من أنواع أنك أنت بتمشي الأمور لأجل أنه أنت ما تختلق مشاكل وهذا الغالب أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن بنقول أنه جيد على مستوى الأموال بدعم البيت الثاني فعشان هيك برضو ممكن يتحصل على بعض الأموال بدعم أو مساعدة أو ممكن تطالب بدين أو بسلفي خلال هذا النهار ويجيك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشط اليوم بالاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأشياء خارج البلاد أو من الاهتمام بأشياء بتتعلق ببعض المسائل اللي إلها بأشخاص خارج البلاد ممكن تفقدهم أو الاطمئنان عليهم أو ممكن نوع من أنواع التعامل في منكم رح يهتم بأمور تعليمية مثل امتحانات أو دراسة على المستوى الجامعي رح يكون جيد وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أشياء العلاقة بالتجارة الخارجية يعني استراد وتصدير أو طلب أمور أو مشترى أمور من الخارج أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة بدناش نحكي إيجابي جيد ولا مقبول فعشان هيك بنقول لك دير بالك من مخالفة القوانين وتورط في مشاريع مشبوهة عشان ما تشوه سمعتك يعني دير بالك من أي أمر ممكن أنه يشوه سمعتك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الأحداش بيت الأصدقاء والعلاقات ممكن اليوم تحتد من تصرف صديق أو تجاوزك في مسألة معينة أو ممكن أنه يحاول يفرض سلطة عليك فأنت يستفزك هذا الموضوع وتعصب حاول تمسك حالك قدر الإمكان بدون انفعال يعني أنت رح تبقى كاشف الأمور للفترة القادمة والوضع ما بينك وبين بعض العلاقات ممكن تكون فيها نوع من أنواع الحدية فبدك تستعد بشكل جيد قبل ما تصير المواجهة وتطلع أنت الخسران حاول تفرض رأيك أنت ما تقبل بفرض الرأي عليك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيتك 12 بيت المتاعب يعني جيد الأمور جيدة ولكن أنه برضو بتطلب منك الاهتمام بصحتك وإنجاز الأعمال الضرورية ما تخليها تتراكم عندك الاهتمام بأدويتك بشكل جيد وما تترك الوسواس أنه يسيطر عليك بالفترة هاي والأمور إن شاء الله بتكون جيدة فيما يكون ممكن يقلق بصحة أحد المعارف أو أمور يعني بتتعلق بقريب أو حبيب له علاقة بمستشفى أو سجن هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء